بسم الله الرحمن الرحيم تحقق مفاهمة خمسة اكتب المتجه دي اي المعطنقات بدايته ونهايته على الصورة التوافق خطي المتجه الوحدة اي و جي في كل مما يأتي نبدأ بخمسة اي طيب في البداية لازم نوجد الاي والبي عشان نوجد الاي والبي نوجد الصورة حدثية لهذا المتجه اذا الصورة حدثية للمتجه دي اي هي اكس 2 ناقص اكس واحد و واي اثنين ناقص واي واحد طبعا نبدأ من هنا دي اي هذي نقطة بداية وهذه نقطة نهاية نقطة البداية عندها اكس واحد و واي واحد نقطة النهاية اكس اثنين واي اثنين مهم جدا الترتيب يساوي نبدأ بالتعويض اكس اثنين قيمتها اثنين ناقص اكس واحد سالب ستة سالب مع سالب موجب ستة واي اثنين خمسة ناقص واي واحد صفر اذا اثنين زايد ستة ثمانية خمسة ناقص صفر طبعا خمسة اذا هذه النقاط هذه اي وهذه بي الان نكتبع على صورة توافق خطي من المتجه الوعدة اي اي زايد بي الجي طبعا نعوض بالاي والبي فقط راح تكون اي ثمانية اي زايد خمسة الجي فقط نذهب الى ثقرة خمسة بي نفس الكلام دي اي يمثل طبعا هذه الصورة حدثي لهذا المتجه اكس اثنين ناقص اكس واحد في واي اثنين ناقص واي واحد هذا اكس واحد واي واحد اكس اثنين واي اثنين اذا نبدأ بالتعويض اكس اثنين قيمتها سبعة اكس اثنين قيمتها سبعة ناقص اكس واحد سالب ثلاثة سالب مع سالب موجب ثلاثة واي اثنين قيمتها واحد ناقص واي واحد قيمتها سالب ثمانية سالب مع سالب موجب ثمانية اذا سبع زائد ثلاثة عشرة وواحد زائد ثمانية تسعة اذا هذه هي اي اي و بي نكتبها بصورة توافق خطي لمنتج الوعدة اذا راح تكون اي اي زائد بي الجي اذا ما عاوض فقط بالاي والبي اذا راح تكون عشرة اي زائد تسعة الجي تسعة الجي